مرحبا بكم الناس الكل في كوجينت مالية اليوم أسحابي وحبيبي وشو ماليكم كيفاش نحضروا سلاتة بيذنجان وصفة مزينة برشة وخفيفة وضريفة ويحبوها الكبار والصغر نشوفوا اشن هو يزمنا لهناك كيما تراو خذيت بيذنجان قصيتو في الوسط وباش نحطو في الفور يتيب مدة خمسة وعشرين دقيقة نسايف ساعة من زبان وانبعد اتوا نشوفوا البقاء بعد نسايف ساعة بالضبط بيذنجان طاب هاكما تراو فيه ماشالله وحتيت مدة خمسة و اختيت معاه جرنفلفل للزينة وتنجموا تحطوه جرنفلفل حتى تخلطوها راهو مع اسلاته لهناك كما تراو البيذنجان طايب تواخذيتك في الوسط وكل والقشرة باش نرموها وقت لتحطو البيذنجان بتاعكم في الفور وماذا بيكم البلاتون باش طايبو فيه تحطو فيه بابيك ويسوها خاطره ويسيب الماء ويسيب لون اكحل باش متمسخوش البلاتون بتاعكم باش متمسخوش الفور بهيه لهناك كما تراو بشوية 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 باش نفرر عاك البي البيذنجان باش نحطو فيه تبسي كبير الوصفة هذية راكم تنجموا تزيدو معاه الفلفل اللاخضر مشوي كما شويتو البيذنجان تشوي الفلفل اللاخضر آه كما اعملتانا للفلفل اللاخمر باش نزين به راكم تنجمو ادخلطو الفلفل اللاخضر مشوي مع البيذنجان وص فقدرت الحقيقة نقدم بيذنجان بتاعي بالطريقة هذية وصفة بيذنجان وحدها لاكثر ولاقل ونزين بالفلفل الأحمر من فوق هذي اذا كان تحبوا رقم تنجموت زين نصلاتها هذية بالبيض بالطن بالسكالوب مشوية كيم تحبوا انتم وتشتهوه وقت اللي حتيت البيذنجان يتشواره وحتيت الثوم زاده كيف كيف مظهرش في الفيديو اما الحقيقة حتيته بعد ما حتيت البيذنجان باش ميتحرقش خاطر بيذنجاني طلب وقت اكثر ميتحرقش خاطر بيش ايه تنجمو متحطوش رهو مهوش حاجه ضروريه البيذنجان كما تعرفوه هي يسيب الماء وماذا بيكم وقت تقشروه تحطوه في صفايا ويتسقطر بيكده بيكده ومبعد تحطوه في التبسي اللي باش تقدمو فيه وترحوه بالطريقة اللي تشوفو فيها بالفخشات مترحوشو تزيدو شوية فلفلكحل ملح وزيت زيتونه لا اكثر ولا اقل تخلو الوصفة كما هي وتزيينو سلاته متعاتكم كما تحبو انتم وتشتهوه انا باش نزيين باك جرين الفلفل هذيك اللي شويتو وباش نزيين باك عيبات بيذ وطن تنجمو تحطو زيتون تنجمو تحطو اسكالوب مقلية كما تحبو انتم وتشتهو وصفة ما نحكي لكمش على البنة متعاتها خاصة اذا كن حاضروا خبز ملاوي معها ولا خبز طابونا حاجة ممتازة برشا اصحابي وحبيبي ان شاء الله عجبتكم الوصفة ان شاء الله تجربوها وانتم ملمومين مع العائلة والاصحاب والاحبيب اذا كن عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة اذا كنتم مش مشتركين تفعيل الجرس وهذا فطلا وليس امرا اذا كنت حابو تتصلوا بي على الانستجرام فيسبوك تيك توك راهو كويزين مالية بصدر راحب نجوابكم على اي سؤال تسلوه ما يبقى لي كن نقولكم شي هي طيبة وتبقى وعلى خير وفي امن الله